موسيقى قصة الدينار العراقي من القوة والازدهار إلى الضعف والانهيار قصة إدارة المال العراقي من نجاح ليس له نظير إلى فشل ليس له تبرير سوى بالفساد والهدر والتبديد قصة البنق المركزي العراقي من صانع للإحتياطات العملاقة إلى بائع لموجوداته في سوق النخاسة قصة مصرف الرافدين من مكانة مرموقة بين مصارف العالم إلى خزاء غير آمنة من العبث والتلاعب والهدر السلام عليكم ضيفي لهذا اليوم بدأ حياته موظفا في مصرف الرافدين في نهاية عقد السبعينات ثم أصبح خبيرا ماليا مهما وبعدها تبوأ موقع المدير العام في مصرف الرافدين إنه الأستاذ باسم كمال محدي مرحبا بك أستاذ باسم أهلا وسهلا دكتور سلمك شكرا منين نبدأ نبدأ نقدم فرشة معلومات للمشاهد العراقي عن تاريخ العمل المصرفي بالعراق شون بدأت العملة بالعهد الملكي يعني يقولون لجنة المال بالعهد الملكي بالبلاط الملكي كانت هي الأساس في وضع النظام المصرفي في العراق أول شيء تحياتي لحضرتك والقناتك الكريمة والمشاهديك الكرماء الحقيقة قدر تعلق الأمر طبعا من خلال القراءات والبحث في ضوء الاختصاص اللي كنت أمار سأني في مصرف الرافدين وخاصة فيما يتعلق بنشاطي في العمل الدولي طبعا ضمن المؤلفات والكتب وتقارير اللي بحثناها عن تاريخ الصيرفة في العراق وجدنا أنه العراق كان رائد في العمل المصرفي عن كل الدول العربية في تلك المرحلة وخاصة في فترة الدولة العثمانية طبعا يتفاجأ يمكن الجمهور أنه سنة 1867 كانت هناك مصارف في العراق 1867 قرم تاسع عشر نهاية نعم كان المصر البنق العثماني وكان بنق الشرق البريطاني وكان بنق الشاهن شاهل إيراني ثلاثة مصارف بالعراق نعم بالعراق وبعد الحرب العالمية الأولى طبعا انتهى دور العثمانيين وصار الانتداب البريطاني والبريطانيين في حكم احتلالهم إلى الهند صار دمج بالنسبة للسياسة النقدية العراقية مع الهندية واعتمدت الأوروبية في حينها طبعا استمر هذا الحال إلى سنة 1931 سنة 1931 تشكلت لجنة يعني بعد تأسيس الدولة العراقية بعشر سنوات بالضبط نعم بالضبط تشكلت لجنة سميت بلجنة العملة العراقية مقرها كان في لندن لجنة المال له العملة لجنة العملة من رئيسها؟ هذه اللجنة تشكلت بأمر من البلاط الملكي لكن اللجنة مقرها أين موجود؟ في لندن بحكم وجود الانتداب في تلك المرحلة وبالتالي أصبح أن العراق يصدر عملة تطبع لدى المطابع البريطانية وكان تاريخيا هو من خلال شركة ديلارو البريطانية والذي استمر العراق يطبع عملة لديهم شركة ديلارو؟ ديلارو 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 البريطانية لغاية سنة طبعا يعني أول دينار عراق يطبع هناك في شوق بدأت الطباعة من سنة 31 واستمر تطوير العملة خلال هذه الفترة لغاية سنة 41 تأسس على أثرها مصرف الرافدين بـ 41 نعم معنى أقدم مصرف بالإراق نعم مصرف الرافدين تأسس أيضا بإرادة ملكية بموجب القانون 33 واعتمتدت دولة كمصرفا حكوميا وطنيا يمارس نشاط التجارة بالإضافة إلى نشاط إدارة العملة والسياسة النقدية لغاية سنة 47 1947 تشكل مصرف اسمه المصرف الوطني العراقي اللي صار بعدين اللي هو بالضبط اللي هو عبارة عن تشكيل أو كنوات لتأسيس بنك مركزي عراقي وانتقلت إلى كل المهام اللي تتعلق بالسياسة النقدية زائدا حسابات الحكومة فاستمر هذا النشاط لفترة معينة إلى حين 1956 إلى أن تأسس البنك المركزي وأصدر قانون خلينا نتوقف عن طبع العملة يعني العراق طبع أول عملة في شركة ديلر البريطانية نعم عام 1-30 نعم خلينا نتوقف عن طبيعة الدينار هذا الما يزور شنو هاي الخصائص هو طبعا ما من شكل طباعة العملة تطورت من ذاك التاريخ لغاية تاريخنا هذا وضيفت إلها ملامح كثيرة لحمايتها من التزوير طبعا هي من الشركات العملاقة وشركات أخرى أيضا في بلدان أخرى أيضا كان في الهند أيضا يطبعون هذه إلها ميزة طبعا البنك المركزي والاختصاصيين في مجال الخزانة وفي مجال النقد يمكن أكثر دقة ومعلومة مني من أتحدث عنها بس إحنا بحكم اطلعنا بحكم عملنا في مصرف الرافدين وكان قريب جدا من البنك المركزي وبتفاصيله واللي كونه مصرف رائد ومصرف كبير ومنتشر وبالتالي كانت المعلومة تأتينا بتفاصيلها كما هي وكنا مساهمين ومشاركين في كل اللجان اللي تتعلق بموضوع العملة طبعا العملة أكيد المواصفات هي ليست ورقة واحدة بل هي تشكيلة من الأوراق حتى تنطبع ورقة واحدة وبينهما خلية وهذه تمتلك مواصفات اللي هي خلية نسيجية نعم نعم وهذه تمتلك بعض المواصفات اللي حتى ما ممكن أنه تتزور طبعا شركة ديلارو كانت تعتمد الشكل العملة اللي مطلوبة من الجانب العراقي وتعمل على رسمها بطريقة اللي هما يعني التصميم يتم الديلارو موعدنا لا التصميم أساس الشكل المواصفات والشكل والملامح والصور اللي نحتاجها مثلا صورة الملك في حينها أو صورة بعض الآثار بعض الأنهر كل التفاصيل الأخرى اللي تتعلق بالعراق وحسب اختيار العراق بالتالي يقومون هما بتنزيل هذه الصور بطريقة فنية وعلى أن لا يمكن تزويرها حتى يمارسون نشاط آخر وهو أن يجيبون ناس أيضا مختصين في الرسم يحاولون أن يزورون هذه العملة يطلبون أنهم تزويرها فإذا نجحوا يغيرون يغيرون ملامحها لكن إذا لم يتمكنوا من ذلك فتصبح العملة نافذة الدينار كان يعادل ليره الدينار كان مؤشر علي يعني أحد الأوراق النقدية اللي يمكن يحتفظ بها البنك المركزي وكانت بها صورة الملك فيصل الثاني كان مكتوب بها دينار عراقي قابل للتحويل وقابل الليرات الإنجليزية الليرة 13 غرام الليرة هي بمفهومها الليرة الذهب طبعا في 13 غرام وممكن أقل أو أكثر يعني في ذلك التاريخ شي تعادل بالدولار يعني بالمناسبة طبعا هو أسعار الذهب كانت تختلف عن الوقت الحاضر طبعا يعني أنت تذكر حضرتك بالممكن بالسبعينات كان الغرام بدينارين وشوية صح والدينارين كانت تختلف والدينارين كانت تختلف هذه لا دينار دينار ولا الغرام الذهب الغرام الذهب نعم كانت يعني الدينار كان عادل سبع دولارات في ذلك الوقت الدينار عادل ليرة الليرة عادل تقريبا يعني بحدود خمسة إلى ستة إلى ست دولارات ايه وبعدين طبعا انكمش بطريقة أو بأخرى صارت لت دولارات وفارزة عشرة يعني مصرف الرافدين عام 41 عام 41 نعم بذاك الوقت شنو موقع بين المصارف أو كم مصرف متلى بالعالم طبعا من الواحد واربعين أول تأسيس المصرف كان برأسماء الخمسين ألف دينار عراقي خمسين ألف خمسين ألف دينار عراقي والمصرف بدأ يمارس نشاطه وكسب ثقة وكان طبيعة المواطن العراقي يحب يتعامل مع المؤسسات الحكومية قدر تعلق الأمر بالثقة وبإمكانياتها وكان أكو استقرار استقرار مالي وسياسي في العهد الملكي في ذلك التاريخ طبعا نطور المصرف بشكل لغاية سنة 64 المصرف انتشر بالعراق بشكل واسع جدا وأصبحت فروعة كثيرة قبل 64 بعد راح النظام الملكي بال58 وطلعوا الناس حاش الزعيم الزياد العانة فلس هي العانة شكت شانك؟ أربعة فلوس والزعيم سواها خمسة سواها خمسة هو ماكو تغيير الحقيقة يعني بدل ما أربعة فلوس هاي الحمرة الزغيرة نعم جمع بخمسة خمسة فلوس هو أولا يسموه الكبس الفئوي لمفردات الدينار العراقي أو مفرد أي عملة أخرى يعني هما كانوا من كانت عانة كانت 250 عانة الدينار من صارت خمسة صارت 200 عدلة متمام ايه فهي ما يعني ماكو فرق بقدر ما أنا بدل ما أكثر الفئات في العملة الواحدة أحاول أختصرها وهو نوع هو هم نوع من من زيادة في التضخم يعني هو الفلس هذا اللي ذاب مع الأربعة فلوس وأصبح خمسة معناتها هو مؤشر التضخم مؤشر تضخم بس بسيط جدا في الدينار العراقي ولذلك سواء الخمسة فلوس وبعدين ايضا اختزلت بعد فترة اختزلت هذه العملة المعدنية أحيانا نيقل لك قيمتها الشرائية لا تساوي قيمتها صناعية يعني المعدن المصروف بيها أعلى من قيمتها صار لاحقا هذا الموضوع لما كانوا يعني هذا الفلس الأخمار لما كانوا هذه المسكوكات النقدية لما تصدر في حينها كانت تعادل قيمتها السلعية يعني كان الخمسة فلوس والعشر فلوس والخمسة وعشرين والخمسين فلس والميد فلس هذه كانت تعادل قيمتها في الشراء يعني بما يقابل السلعة لكن بعد فترة أصبحت هي كقيمة معدنية أكثر من قيمة السلعة المشترات بيها فاضطروا أنه وهذا معمول يقول لدول العالم اضطروا أنه يغيرون من تفاصيل هذه السبية كأن تكون أرخص حتى تتناسب مع السلعة المشترات مقابلها لأنه من غير المعقول أنت تحض كميات من الفضة وكميات من النحاس في عملة معينة وهي ما ممكن تشتري بها شيء البنك الوطني العراقي تأسس عام 47 47 نهاية ما هو وقت صار البنك المركزي العراقي 56 1956 11 سنة نعم وصدر تسع سنوات صدر قانون البنك المركزي وتكفل بالسياسة النقدية بالكامل بالعراق وطبعا تلك الفترة كانت مصارف كثيرة موجودة من داقي الوقت البنك المركزي مستقل البنك المركزي هو ضمن يعني احنا أساسا كبلد مثل العراق حتى في الفترة العثمانية أو ما بعدها طبعا احنا نستورد الأفكار من المؤسسات الأجنبية الخارجية ومن الدول ولديها بنوك مركزية وحتى احنا نكون متناغمين في عملنا المصرفي مع المصارف الموجودة في بلدانهم يجب أن تكون السياسات وشروط التعامل الخاصة بنا هي مشابهة إلى شروط التعامل والمعايير المعتمدة لدى الدول العالم لأنه أنت ما ممكن تعمل كمصرف منفصل عن العالم وإلا كيف تتبادل التجارة إذا ما كان عندك وحدة وحدة تعليمات ووحدة معايير بموجبها تقدر أنه حتى تقدر تمرر اعتماداتك المستندية تمرر خطابات الضمان تمرر الحوالة المستندية تمرر أي عملية تقوم بها ما بين المصارف ولذلك البنك المركزي أخذ من الأفكار والغروح السياسات النقدية موجودة بالعالم وأسس قانونه على هذا الأساس وهو دور البنك المركزي دور أساسي أول شي أنه هو يحافظ على استقرار العملة من خلال احتياطيات اللي صح نعم وزائدا هو ليطبع العملة النقطة الأخرى وهو مراقبة المصارف العاملة في ذلك البلد تسير وفق السياقات والضوابط الخاصة به النظام المصرف العراقي من العهد الملكي شوية بعد بدعهود الجمهورية وين تخلي بين النظام الأنظمة المصرفية العالمية متطور متقدم في أي فترة الملكي والجهوريات الأولى كان متقدم جدا متقدم جدا متقدم يعني من خلال احنا الأرشيف اللي كان لدينا ومن خلال قراءاتنا عن السياسات المعتمدة كانت سياسات معتمدة رائعة جدا وشروط تعامل وكانت دول العالم تستشف من التجربة العراقية خاصة في مجال المصارف وأكبر دليل كانت المصارف البريطانية وكانت كان المصرف البنك العربي سنة 1939 كان موجود بالعراق وبنك مواردة عالية جدا وبالتالي احتياطيها ما عدنا نفط بعد النفط يعني ما كان يعني لا النفط كان موجود يعني مو بالمستوى هذا حاليا بس طبعا هو هاي الملايين ما كانت موجود هي نسبة وتناسب يعني احنا من قلنا القوة الشرائية جد كانت سابقا جد كان معدلات الأسعار بما يعادل العملة وحجم العملة المتداولة لانه اكيد الكتلة النقدية كانت صغيرة جدا لان بما يناسب الاستخدام اللي موجود في ذلك الوقت حضرتك التحقة من مصرف الرافدين عام 78 79 انا كنت بالبنك التجاري الكويتي عمالي تقبل هذا الفترة وبعدين اجيت للعراق وصار تشجيع من والدي كان تاجر خماش جملة في سوق بقداد فشجعني على انه اعمل في مصرف الرافدين ومصرف الرافدين كان عنده ضوابط في التعين يعني ما كانت العملية اعتباطية هكذا يعني حتى اللي يجيب متخرج من الكلية علي ان يجيب تسكية منين من التجار ومن ناس مرموقين وسمعتهم طيبة في العمل التجاري حتى يعينوه بالبنك يعني يجيب تسكية من تجار كمان نعم وانت جيب التسكية نعم من اثنين اثنين تجار وكان والدي ايضا يعني تاجر بالسوق تعينت بالرئيسي بالفرع الرئيسي قسم الاعتمادات المستندية تسعة وسبعين مبعدة عن الاثمانين بالاثمانين قبيل الحرب العراقية الايرانية شكت كانت احتياطيات العراق الحقيقة احنا نريد ناخذ معيار معين يتعلق على سبيل المثال بالرافدين مصرف الرافدين ونعكسه على البنك المركزي اكيد البنك المركزي اكثر سنة تسعة وسبعين اثمانين قبل دخولنا الحرب العراقية الايرانية مصرف الرافدين ضمن المنافسة ما بين مصارف العالم حصل على المرتبة التاسعة من حيث من حيث الموجودات والودائع التي لديه وانتشاره زائدا امكانياته في تبادل التجارة قدر تعلق الامر بالاعتمادات المستندية وخطابات الضمان كتلة متداولة داخل المصرف كان مجموع الاموال قرابة 110 مليار دولار 110 مليار دينار لا 110 مليار دولار هذا كان حسابات مصرف الرافدين في ذلك التأريف والاحتياط الاحتياط البنك المركزي طبعا يعني انا قلت لحضرتك طبعا قدر تعلق الامر بواردات النفط يعني من غير المعقول ان تقارن انت في سنة 1980 لما النفط كان ب17 و18 و16 هذه الاسعار وتقارن بسعر 100 120 100 دولار للبرميل اكيد طبعا هي نسبة وتناسب فالاحتياطيات انا اعتقد يعني لست دقيقا بالارقام يعني يمكن تكون قريبة من هذا الارقام الحالية من 50 الى 40 مليار 40 مليار بس من كان المليار مليار طبعا اكيد يعني 40 مليار بلاكل واحد متعادل 200 مليار طبعا اكيد 40 مليار لانه السلع كانت مقابل العملات كانت متواضعة اسعارها جدا الحرب بدأت تقضم من قيمة الدينار اكيد بالرغم من الحرب مرورها 8 سنوات وكان اكو سوق موازي للسوق يعني الحكومي قدر تعلق الامر بسعر الدولار طبعا احنا دخلنا الحرب وكان سعر الدينار مقابل الدولار هو 3 فارزة 10 بعدين بدأ يضائل بشكل او باخر وما ضائل بالنسبة الكبيرة 3.1 نعم الى ان اصبح الدينار الدينار العراقي اصبح الدولار يعاد الدينار وفارزة 8 هذا بنص نص الحرب هذا نهاية الحرب نهاية الحرب بالثمانية وثمانية بعدين صار الدولار يسوى 10 دولار 89 الدولار طبعا لانه بسبب المديونية اللي حصلت على العراق بعد الحرب لانه العراق اصبح مديون بتقريبا بحدود 80 مليار بعد الحرب العراقية 80 مليار دولار نعم 80 مليار وهذه طبعا اكيد ارحقت الاحتياطي وبالتالي حجم الاحتياطي من يضائل ما من شك العملة المتداولة في السوق مقابله بالدينار العراقي راح تصبح اكثر وبالتالي السعر راح يختلف اضطر العراق ياخذ من الاحتياط النقدي خلال حرب كان ياخذ من الاحتياط النقدي لانه السياسات يعني السياسة النظام الاشتراكي كانت تختلف عن النظام الحر والرأسمالي وعلى هذا الاساس كان يستخدمون الاحتياط في ظوء انه البنك المركزي في تأسيسه اكيد ما عنده احتياطي يعني ما عنده مصدر الاحتياط اذا ما يكون من واردات الحكومة العراقية يعني من النفط او من اي واردات اخرى وينقل جزء من سلة العملات الخارجية لحسابها في الاحتياط وبالتالي يبدي هو البنك المركزي من خلال المنافذ الخاصة والشروط المفروضة عليه ان كيف يجمع احتياطيات دولار يساوي 10 دنانير في 89 لو ما داخلين للكويت الدينار يتعافى ممكن اكيد طبعا يتعافى لانه احنا ديوننا كانت خارجية والديون الخارجية بمرور الزمن يطفى كثير من عدها خاصة احنا من ضمن اعضاء نادي باريس وممكن ان تحصل التسويات الثنائية لانه هذه الديون كلها كانت عن اعتمادات عن تصدير اسلحة او ما شابه او لمكائن او اجهزة او غيرها تراكمت هذه الديون انه كانت مؤجلة الدفع طبعا ما من شكل مصارف اللي تمنح المصارف الاجنبية اللي تمنح قروض الى اي مصرف اخر او الى اي دولة اخرى بمرور الزمن هم يخصصون من ايراداتهم في ميزانياتهم الخاصة يخصصون من ايراداتهم لاطفاء هذه الديون وتصبح هذه الديون بالنسبة للطرف الاخر هي عبارة عن ارباح وبالتالي لما يقعدون بالتفاوض يصير تسوية بعض الاحيانة يوصل الى 50% او الى 60% من تسوية الدين يعني كان ممكن العراقي تجاوز ازمته ب30 مليار يقدرين هي كل شيء عقد الثمانينات عقد الحرب العراقية الايرانية صارت خروقات بالنظام المصرفي ابدا كان النظام المصرفي مستقر جدا يعني مبلغ يضيع مدر شنو صعوبة تحصل هذه الامور اولا يعني هو احنا نناقش موضوع الجانب الثقافي والاجتماعي والاخلاقي وسيستم الدولة ايه وسيستم الدولة ايضا يعني الناس كانت متحفظة نوعا ما مع المؤسسات الحكومية وخاصة مع المصارف وما كان بالمصارف من هبه وده يجي يفتح حساب كانت نخبة من الناس اللي فعلا تحتاج ان تفتح حساب لده مصرف الرافيدين وتتعاملوا اياه وكانوا كثير من الناس اللي تفتح حسابات التوفير لاغراض الحصول على الفائدة لكن صارت بالتسعينات خروقات طبعا اكيد شنو هاي الخروقات اللي صارت الخروقات اللي صارت بالتسعينات هو سبب طبعا تدري جنابك انه المتغير بالحياة ضعف العملة ضعف الرواتب ضعف الرواتب الحصار ادى الى شنو صار ادى الى تصرفات غير صحيحة ظهرت عدنا فتحالة وهو انه بعض ليس فقط في مصرف الرافدين يعني المصرف الزراعي مصرف الصناعي تأسس بعدين فاتتني شغلة ونحن بسنة بين اذا تحب جنابك بس نرجع بين الاربعة وستين من صدر التأميم للمصارف وبعدين الى نعم الى سنة اربعة وسبعين عشر سنوات اندمجت هذه جميع المصارف الاجنبية مع مصرف الرافدين واصبح مؤسسة كبيرا كبيرة جدا زين برأس المال وبإمكانياته وبالموجودات اللي موجودة عنده لغاية سنة ثمانية وثمانين هو كان الوحيد يعمل في الساحة العراقية سنة ثمانية وثمانين طلع من رحم الرافدين مصرف آخر وهو مصرف الرشيد وبدأ يمارس نشاطه سنة تسعة وثمانين بس مع الاسف يعني بعد التسعة وثمانين صارت التسعين وصار الحصار لم يكن يعني اصبح مصرف نشاطه لمدة سنة خارجيا وما بعدها أصبح نشاطه داخلي ويعني والحمد لله وفق في عمله ومنتشر بالعراق هو أغلب فروعة هي أساسها فروعة خلينا نرجع الخروقات بعدين نعم شنو صار الخروقات اللي حصلت تدري الجانب التقني في ضوء الحصار يعني الجانب التقني تراجع في المؤسسة المصرفية بسبب الحصار زاعدا احنا كرافدين كان عدنا مركز حاسب يعني مقاصة الكترونية ما كانت؟ ما كان يكون مقاصة الكترونية مقاصة داوية احنا كان أساسا مسبقا كانت عدنا ماكينات حاسبات اللي نسميها الان سي ار هذه كانت مثل مكينة الخياطة بها كارتات ممغنطة هذه تقرأ حساب الزبون وتترحل عليها العمليات وطبعا موضوع السكوك المتداولة ما بين المصارف هذا عرف موجود في كل العالم تداول المصارف كان هناك جلسة مقاصة في البنك المركزي يأتي جميع من دوبي المصارف يقدم الشيكات لصالحة ويقدم الطرف الآخر المسحوب عليه فيتبادلون السكوك في جلسة المقاصة وبالتالي تتأسس مقابيلها القيود ضمن وقت زمني محدد بعد ما يذهب كل من دوب الى الفرع ماله او المصرف ماله يتأكد من توفر الرصيد وسلامة الصك المقدم من قبل الطرف الآخر هذه العملية احنا طبعا كانت بشكل او بآخر محكمة في ضوء كان اكو يعني الرافدين جاب حاسبة رائعة جدا من شركة الذكر انه كانت يمكن سويدية مركز حاسبة عملاق بس انضرب بالحرب بالواحد وتسعين دمر زين استهدف من القوات الاحتلال واحنا علما كنا بسنة يعني قبل هذا التاريخ بين التسعين الى غاية الواحد وتسعين او الثين وتسعين كان العمل في فروع مصرف الرافدين تطبيق يومي في كل فروع المصرف وميزان المراجعة كان يوميا يصدروا تتوحد الحسابات مال المصرف لدى الادارة العامة ويتم التعرف عليها وما كان اكو اي اختراق او اي مشاكل بعد من ضربت الحاسبة ودمرت وما كان لها استخدام صار العمل يدوي في الفروع لديهم حاسبات لكن الحاسبات لاغراض العمل الداخلي وليس مرتبط بالفروع الاخرى ماكو سيستم مركزي بالضبط فكنا نعتمد لانه التقارير الشهرية تذهب الى الادارة العامة ويتم تدقيقها وتوحيدها في ميزان مراجعة موحد شهري طبعا هذه يعني مشكلة تدري انت الفرع يغيب عنك لمدة شهر ما تعرف نشاطه شنوه ولا ممكن تتعرف على حسابه شنوه ولا ممكن تتعرف على ائتماناته ممكن ان ائتماناته يرجع الى الادارة العامة في موافقات معينة او ما شابه او بعض العمليات اللي هي مركزية يرجع لكن الحساب الجاري والحساب التوفير وبعض الاجراءات المقاصة وحساب البنك المركزي هذه كلها كانت تغيب عن الادارة العامة بسبب عدم وجوب سيستم واحد شنو صار الخروقات صارت خروقات بسنة اذكر في يمكن سنة 92 صار خرق اللي هو الناس تسمع عنه دائما هذا موضوع السكوك الطيارة هو تاريخها من ذاك التاريخ وعيد ممارسته في ضخم في فترات لاحقة اخرى طبعا بعد 2003 ومع العلم كانت المبالغ متواضعة وبسيطة بسنة 92 كان في وقتها وزير المالي احمد حسين احمد حسين خضير نعم اللي كان هو رئيس ديوان فوصلت معلومات انه اكو بعض مدراء الفروع يأخرون السكوك المسحوبة على حساب زبائنهم وبهالحالة يتم قص هذا المبلغ من الحساب المركزي للرافدين والادارة العامة ما تعلم لانه العملية يستفيدون منها طبعا طبعا يستفيد منها ويستغلها خلال هذا الشهر لحين ما يروح ميزان المراجعة الموحد الشهري وبالتالي شيء صير يصير قبل ايام من غلق الميزانية ما للفرع يجون يسددون السكوك فمثل واحد ينطي تسهيلات الشخص بدون موافقات وبدون ضمانات فهذا الشخص يروح يشتغل بالفلوس وفعلا كانوا سابقا يعملون في مجالات محددة وهو تداول الدولار والسيقاير كانت اكثر شيء هذه منطقة الكفاح وطبعا في وقتها صدرت احكام اعدان كم واحد اتذكر يمكن اربع مدراء او خمس مدراء يعني عدمه ان عدمه نعم كان من بين الرافدين والرشيد وطبعا هو اجراء متسرع في وقته يعني كان يحتاج انه حاله محكم له شنو معاه قاضي قاضي ايه قاضي ويأخذون قرارات وعلى دجلة يأخذون قرارات في وقتها نعم انا حقيقة ما شفت هذا الموضوع بس لانه يعني ابلغنا به نفذ به وهذا وهذه الحادثة شاعت بال طبعا نعم شاعت بالأوساط المصرفية نعم صحيح اذا خلنا نروح الفاصل ونكمل معك استاذ باس مشاهدين الكرام وقفة قصيرة ونتواصل مع ضيفنا الاستاذ باسم كمان مرحبا بكم ثانية ومرحبا بضيفي الاستاذ باسم كمال مهدي المدير الاسبق المدير العام الاسبق لمصرف الرافدين استاذ باسم حضرتك اشرت الى تأميمات عبدالسلام عارف بالاربعا ستي وقلت كل الفروع اندمجت واممات مصرف الرافدين وصار مؤسسة كبيرة كم مديرية بيها مصرف الرافدين بموجب القانون والتشكيل ما له وكان مؤسسة وكان بعد مؤسسة السكك الحديد يعني بالقدم وبالتاريخ كان به تقريبا بحدود 13 مديرية عامة نعم يعني كان الفرع الرئيسي به مدير عام كان مدير الدارة الدولية مدير عام مدير منطقة الجنوبية مدير عام الوسطى الشمالية مدير الموارد البشرية مدير عام يقال رسالة من بنوك خارجية استفزة صدام حسين وألغى نظام المؤسسات نعم هذه سنة 84 كان كان رئيس المصرف الرسائل اللي تأتي إلى المصرف يكتبون مستر بريزيدانت مستر بريزيدانت السيد الرئيس طبعا هو في الفحوة مال الرسالة تتعلق بأمور مصرفية بالصدفة وهي يعني احنا اطلعنا عليها بحكم أنا في فترة من الفترات يعني استفزني هذا الموضوع قلت اطلع على هذا الملف الشنوبي وكنت مدير علاقات خارجية وكانت هذه الوثائق موجودة في دائرة العلاقات الخارجية ففعلا وجدنا أنه هذه الرسالة راحت بالغلط إلى ديوان رئاسة الجمهورية منين جاية بالضبط جاية من أحد المصارف الأجنبية فطبعا دائرة المراسلة من قرة مستر بريزيدانت كان يتوقعون أنه مقصود رئيس الجمهورية فراحت الرسالة لما وصلت الرسالة اتفاجأوا أنه موضوع ما يتعلق برئيس الجمهورية يتعلق بجهة أخرى وصلت الصدام شخصيا؟ نعم إيه وصلت فهو سأل قال شنو هذه الرسالة له لهذا المقصود بها رئيس المصرف قال يعني يكتبوا له السيدة الرئيس قال يكتبوا له السيدة الرئيس قال إذن هو لو هو رئيس لو أنا رئيس فالغوا كلمة رئيس في كل دوائر الدولة فكان التوضيح أنه مؤسسات كثيرة في الدولة العراقية ولغيت المؤسسة فقال ألغوا كل المؤسسات وحاولوها إلى مديريات عامة وسمى ترشيق الدولة بالضبط وبعدين هم أنطوا التبرير أنه هذا ترشيق الدولة يعني هذا السبب الحقيقي؟ أكيد هو الهامش الوصل لك القرية تشبيح هو كان ما معناه أنه يستفسر من هو الرئيس زيان فعلى أثر رجعون رجعون الكتاب كان موضحين يعني بالهامش ما لهم المكتب المختص موضحين أنه المقصود بالرئيس هو وعدنانا الطيار رئيس مصرف الرافدين فالحوار اللي حصل طبعا أكيد الحوار ما ثبت على هامش الورقة اللي جتنا كرافدين لا الحوار كان ما بينهم يعني في دوار حتى رئيس المخابرات صار مدير جهاز المخابرات مدير جهاز مخابرات مقرئيس مؤسس السياحة ومؤسس السكك الحديد وطلع هو بندوة قال قال رشق الدولة لأنه الكتاب بني جيلين مدير العام يرفع الرئيس المؤسس ورئيس مؤسس على الوكيل المختص والوكيل المختص يرفع الوزير طار الطير لأن الفرصة مثل الطير نعم برارها بهالشكل هو مو بس هذي كانت كان أكون نوع من الصلاحيات وبعض الاختصاصات إلى المديريات العامة في المؤسسة نفسها يعني في بعض الأحيان أن تمارس بعض المديريات العامة نشاطها وعملها بعيدا عن رأي رئيس المؤسسة نعم وبالتقاطع يمكن مع الفكر فماكو توحيد للفكر يعني يمكن كان يعني هذا هو رأيهم رأيهم هو البضارة النافعة طبعا هي المؤسسات أفضل طبعا هو طبعا كانت كان كل مديرية عامة إلها إلها تعليماتها وإلها ضوابطها وشروط التعامل الخاص بيها خاصة فيما يتعلق بمصرف الرافدين بس هو على مستوى العالم كله يعني حتى يعني المدراء العامين كانوا هم موجودين في مؤسسات مصرفية عالمية كثيرة اختصروها بالمدير التنفيذي يعني صار أكثر من شخص هو مدير تنفيذي في البنك ومدير عام واحد حضرتك ذكرت اسم عدنان الطيار يبدو عدنان الطيار اسمه مهم بالعالم عالم مصرف الرافدين طبعا لأنه هذا الرجل يعني بقى فترة طويلة وخاصة فيما يتعلق بمكان مصرف الرافدين مؤسسة وفتح فروع كثيرة ومن ضمنها فتح فرع البرازيل يعني كان عدنا فرعين بالبرازيل وفرع برازيلية وفرع ساوباولو هذه مفتحة الفروع في فترة الحرب العراقية الإيرانية وأيضا فتحة شركة تعمين العراقية فرع لها في البرازيل بسبب عملية الاستيرادية اللي كانت ما بين العراق والبرازيل خاصة فيما يتعلق بالأسلح بالأسلحة وبعدين السيارات البرازيل السيارات كانت هي مجاورة للصفقات اللي كانت ملحقة بالصفقات يعني ملحقة بالصفقات هو نوع من التعاون التجاري ما بين وارتأى مصرف الرافدين في وقته كان أكو فكر راقي في مصرف الرافدين والناس العاملين والساتذة عدهم فهم وبعد نظر كبير جدا تعرف المصرف يعمل هو المصرف يقدم منتج يعني والمنتج مالته هو الخدمات اللي يقدمها للزبائن وعلى أثرها يأخذ عمولات عن هذه العمليات اللي يتم في المصرف خاصة في مجال الاعتمادات وخطابات الضمان الخارجية فالمصرف لما فتح فروع في البرازيل كان الهدف أنه أنا أفتح اعتماد من العراق أفتح على فرعي وبالتالي فرعي يقوم بعملية التبليغ لصالح المجهز في ذلك البلد بل حالة احنا استفادين الطرفين واحنا كنا مصرف رافدين استفادين من العملية المستندية هذه وحصنا على عمولات متكررة من فاتح الاعتماد في العراق ومن المستفيد من الاعتماد في البلد الآخر والمبلغ وهذا كما حصل أيضا مع فرعنا في لندن يعني عدنا فرع عريق أيضا جدا ونأتي عن الحديث عننا لأنه مهم هذا الموضوع يعني بالأخير كم فرع صار بالعراق للرافدين بله كان الرافدين عنده تقريبا 11 فرع خارج العراق وقبل ما يصير طبعا بالبلدان اللي هناك نشاط اقتصادي بيها طبعا لا لا طبعا أكيد طبعا إحنا بداياتنا مثلا يعني أول فرع فتحناه سنة 1952 في لندن كان المصرف العربي الأول في أوروبا يعني ما كان أكو أي مصرف عربي في أوروبا وفتحناه في منطقة مهمة جدا في الليدن هول في الستي وهذه أهم 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 مركز تجاري في لندن واليوم هو أغلى كيلومتر في العالم هذه المنطقة لأنه مجاور إلى البنك المركزي ومجاور إلى شركة لويدز اللي تملك البحار كلها وشركة ومجموعة شيبرد الحدادين فالموقع كان مهم جدا وأدى دوره كل دور كبير هذا المبنى الشراء الشراء بالعهد الملكي بعهد الملكي نعم واشتراه ببكتة بعهد الملكي واشتراه والسفارة أيضا في نفس الوقت في سنة 1951 وتأسس الفرع دعش فرع خارج كم فرع بالداخل كان الرافدين قبل ما ينشطر يصير رشيد كان يوصل يمكن بحدود 300 فرع بالداخل بالداخل نعم من الشمال إلى الجنوب مقسم على أربع مناطق يعني بغداد والمنطقة الشمالية والوسط والجنوب وموزع الفروع خلال الحرب العراقية الإيرانية كان الإراق قد وقع عقود صفقات فرقاطات وغيرها وغيرها نعم ومن صار الحصار توقف كل شيء وين راحة هذه النتائج المشكلة اللي حصلت أنه احنا بعد بعد الـ 88 وقسم منها قبلها أيضا كان أكو عقود مبرمة ما بين القطاع العام يعني الحكومي وبين شركات مجهزة موجودة في العالم قدر تعلق الأمر بأمور كثيرة ليس فقط في مجال السلاح والمعدات الثقيلة وما شابه اللي تتعلق بالجيش كان العلاقة بالأعمار بالجسور بمشاريع داخل العراق بتجهيز معدات ثقيلة ما شابه كثير منها هذه العقود أبرمت مع هذه الشركات المجهزة وتعرف جنابك العقود هذه بها شروط دفع شروط الدفع طبعا أكيد بها دفعة مقدمة ودفعة مقدمة لا يمكن أنه أن تتقدمها طبعا من خلال الاعتماد المستندي إذا ما يكون هناك خطاب ضمان مقابلها لأن أنت تدفع سيولة نقلية إلى الجهة الأخرى قبل التنفيذ وهذه المفروض يقدم هو مقابلها خطاب ضمان وبالتالي لما تجري عملية تنفيذ الاعتماد أو تنفيذ التجهيز قدر تعلق الأمر بالعقد المبرم رح يصير هناك خطاب ضمان حسن الأداء اللي يستمر إلى فترة لحين تنفيذ المشروع هنا أنا أكو فتفجوة صارت مهمة وخطرة وأضرت العراق كثيرا من بعد التسعة واثمانين انفتحت اعتمادات كثيرة إلى جهات أجنبية مقابل دفعات مقدمة وقدموا الجهات الأجنبية خاصة في أوروبا قدموا خطابات ضمان إلى الجانب العراقي من صارت الحرب من دخلنا الكويت نعم من دخلنا الكويت من دخلنا الكويت من دخلنا الكويت من دخلنا الكويت صارت توقف دخول الكويت يوم ستة ثمانية صدر القرار ستمية واحد ستين جمدت كل أرصدة العراق ووقفوا التعامل مع العراق قدر تعلق الأمر بالتجهيز أو البناء أو العمار وأغلب الشركات غادرت العراق في وقتها هذا طبعا أثر وتراكمت مبالغ كبيرة نحن كنا دافعين نعم نحن كنا دافعين وهو من أكبر العقود في وقتها كان هو عقد البحري بحدود 11 مليار فرقاطات نعم كانت سفن بحرية وفرقاطات كانت مع إيطاليا مع إيطاليا وقدموا الإيطاليين في وقتها كان المبلغ كبير جدا ولذلك كانت البنوك الإيطالي 10 مليار بال89 مبلغ كبير طبعا مبلغ كبير فدفعة المقدمة كانت بحدود 4 مليار الدفعة المقدمة مدفوعة راحة نعم وكانت خطابات الضمان اللي تقدمت للجانب العراقي كان يحتاج أكثر من بنك حتى يقدر يغطيها لأنه أكثر من حجمة واشتركت أربع بنوك إيطالية في أنه تقدم خطابات الضمان مقابل الدفعة وبلشوا هما على أساس حسب التقارير أنهما بدأوا بالعمل وبدأوا ببناء هذه السفن لأنه بناء على الطلب هو يتم التنفيذ يعني هي موسف جاهزة حتى ينطوها للعراق حسب المواصفات المطلوبة يبدون يبنوها بالمياه الجافة الخاصة من قريبة من البحار من صار التسعين هما حسب تبليغهم أنهوا توقفوا عن العمل أنه بيموجب قرارات الأمم المتحدة و الأربع مليارات الأربع مليارات عدهم يعني هما مستلميها بقل اعتبروا أنه العراق هو السبب في الظرف القاهر الفورس مجور علماً إحنا في خطابات الضمان الصادرة من قبل الجهات الأجنبية كنا نشترط عليهم أنه ما نعتمد شرط الظرف القاهر نعم إحنا من تبهينها وكان المنشور ما للرافدين 1870 الخاص بتعليمات قبول خطابات الضمانة الخارجية كان بشروط رائعة جداً وتحمي المصرف لكن ظروف الحرب والهجمة الكبيرة اللي حصلت وعلى أثرها الحصار وقرارات أمم المتحدة لا يمكن الخروج عنها وكل الدول تحت مضلت هذه القرارات لا ممكن واثنياً للعراق يعني ارتكى بخطأ كبير وهو أن دخل إلى دولة وغزة دولة زيان وبالتالي آثارها السلبية واضحة صدر بعدين قرار في أوروبا من السوق الأوروبية المشتركة صدر قرار قال أنه يطمئن الشركات المجهزة للعراق أو اللي كانت متعاقدة لغايات البناء أو ما شابه صدر قرار في أنه أيها الشركات الأوروبية ناموا بهناء خطابات الضمان الصادرة من قبلكم إلى الجانب العراقي اعتبرت لاغية لاغية من السوق الأوروبي المشتركة قرار وصادقة عليها البنك المركزي الأوروبي في حينه طبعاً احنا اعترضنا يعني وكان يعني كان مجموعة من الزملاء والأخوان والأساتذة كان على مستوى البنك المركزي وعلى الرافدين أو بالرشيد أو في الدوائر المختصة كلها كان أكو كفاءات ولديها القدرة في الحوار والإجابة على هكذا قرارات والمتابعة معهم وكنا نحاول نعم وكنا نحاول وياهم وكانت لجان كثيرة تسافر إلى أوروبا لأغراض الرجوع عن هذا يعني الدولة بدأت تشتغل على نعم رجوع عن هذا القرار صارت تسويات معينة بعض الشركات يعني صار دخلت على عقود مذكرة التفاهم وسوى التسوية مع العراق مع الدين يعني جهزت مواد غذائية مقابل عدم استلام لأنه المذكرة من تأسست يعني بسنة الأربعة وتسعين أو الخمسة وتسعين قبل هاي الفترة هم أكو كانت حصص تموينية وكانت تتوزع هاي نرجع لها فترة نعم بس هو هذه استغلت هذه يعني العراق بحكم علاقاته مع بعض الدول وكانت بعض الدول على أمل أن يرجع العراق أكيد رح يرجع يعني في وقت ما لما يرجع العراق إلى وضع الطبيعي فيأخذون حظوة أو خطوة إلى الأمام أنهم كانوا متعاونين فكانوا يبادرون في أنه تسوية هذا الدين لكنه مع المبالغ الكبيرة والعملاقة والمشاريع الخصوصا العسكرية كانوا يتحفظون الكل الحقيقة مصير هذه الصفقة صار مجهول وتكفلت بدائرة التصنيع العسكري في وقتها بس الغريب هنا نحتاج وقفة اش وقت عقدة صفقة الفرقاطات وصفن؟ هي بعد الحرب العراقية الإيرانية سؤال العراق يشتري صفن حربية وفرقاطات به 11 مليار المن والحرب العراقية الإيرانية توها راح تنتهي هذا سؤال مهم طبعا هم يعني خلوا في ذهنهم هي كل الدول الآن يعني دول عالم كلها تجهز نفسها بالسلاح والجيش مو ضرورة كون عدا حرب احنا كنا بحرب كونة يعني بعدها يعني هذا العقد يتوقع بالثمانية وثمانية اعتقد هيش بهذا التاريخ ولأنه هو كان المفروض واحد يعني طبعا إلى أن يتعافى مو؟ يخرج من هو خارج من حرب علي أن يتعافى كأنه يمكن القيادة في حينها كانوا يتوقعون أنه ممكن أكو هجمة ثانية أكو موقف آخر أكو ممكن يحصل شيء أنه ممكن هاي الحرب انتهت مع إيران قد تفتح مرة ثانية أنه رادي العراق يقوي نفسه بشكل هي صفقة اقتصادية باستحتاج لها وقفة سياسية هي مو قدر وقفة الوقفة الاقتصادية معناتها إلى علاقة بالنمو هي بالعكس استهلاك هي هي هذه سفن حربية خير شي تدخل إذا مدخلت حرب راح تظل هي إلى فترة وبعدين تستهلك وتنه أقصد هي مو صفقة رز حتى تقول هي صفقة أسلحة 11 مليار الأخير من الحرب هاي خطيرة هذا قرار حكومة وش قد حصلنا من المبالغ الراحة والله الحقيقة أنا لأنه من تركت الوظيفة بالألفين وثلاثة وعدت إلى بالألفين واثنى عاش كمستشار باللجنة الاقتصادية بوقتها كان يتعلق الموضوع بالعملة ورجعت للوظيفة اتفاجأت بأن أسألت عن هذا الموضوع قالوا خطابات الضمان ألغيت هذه هو كان 80 خطاب ضمان ألغيت؟ ألغيت نعم ألغيت من طرف واحد وأكو تسوية دين ما بين وزارة الدفاع والقوة البحرية ومع الجانب الإيطالي فكانت هناك فد مفارقة الحقيقة أنا كانت موجود في وزارة المالية وكان الأستاذ هوشيار زيباري كان وزير مالية فكان اجتماع مع الجانب الإيطالي ومع القوة البحرية فالحقيقة أنا قلت أستفسر لكوني من مصرف الرافدين مدير عام مصرف الرافدين أستفسر عن مصير هذه الكفالات قالوا الكفالات تم إلغاءها وإحنا تنازلنا عنها كوزارة الدفاع وصارت تسوية بيناتهم ما بين السطور ما بين السطور افتهمت أنه أكل تسوية الدين كان بحدود 240 مليون يجهزوهم من أصل أربع مليارات أي يجهزوهم معدات بحرية يعني من أربع مليارات صفين على ربع مليون ربع مليون بإصلاح لأنه يعني هم تفسيرهم وقدموا تقارير الإيطاليين في وقته أنه هم سووا بالسفن صنعوها والسفن كانت موجودة بالبحر موجودة راكنة بالبحر وبسبب القرارات الأمم المتحدة ما يقدرون يسلموها العراق وهذه السفن يعني هلكت من ال لكونها متروكة هلكت طبعا مدقيقة هذا التقارير هذه الرسائل اللي كان يبعثها الجانب الإيطالي أنه أنتو المتسببين لا لا هي الصف قبل الثمانية والثمانية والثمانية تسعة والثمانية نعم شو كنت دحقوا ويصنعوها وبالتسعين دخلنا لأنه عدهم كانت سنتين يعني عدهم سنتين تصنيع اثنيا بعدين هم دولة شركات عملاقة متخصصة في هذا المجال أبعاد هذا العقد يعني الحقيقة إحنا ما نعرف به هذه التسوية اللي صارت نعم بيها مساحة فساد أنا ما أعرف الحقيقة أنا كنت عبارة عن ضيف لا بخبرتك المالية تستنتج ممكن تكون هذه ممكن يعني أنا أقول لك هل هو أكو قبل هذا المبلغ مبلغ آخر حقيقة أنا ما بعرف به لكن اللي صار قدامي هو 140 مليون فقط عقل الفرقاطة معالجات معينة وتجهيز القوى البحرية ببعض المعدات هذا المثل يقول ما باليد حيلة يعني قرار أمم المتحدة السفن البحرية والفرقاطات اعتبروها هالكة في البحر وغرقة لأنه العراق متسبب بالحرب من سنة التسعين إلى الألفين وثلاثة حتى لو أي سفينة تبقى واكفة أنت تقول بخطاب الضمان ظروف القاهرة غير اي احنا ها هنا نقطة الأساسية احنا كان كان ممكن العراقي تواصل في المحاكم الدولية تجاه هذا الموضوع هاي يقولهم برات اثنيا النقطة وين بنرجع على مسألة مهمة جدا يعني هو بعد ألفين وثلاثين كثير من المختصين والزملاء والخبراء والهذا غادروا العراق بالاشتثاث قسم بالاشتثاث قسم شرداء قسم شرداء قسم هما سن قانوني قسم كتلاو قسم سن قانوني والظرف الأمني كان يعني مو بشكل وبالتالي صار فراغ هذا الفراغ حتى على مستوى المؤسسات والدوائر المختصة بهذا المجال يجوي ناس جدة لها فمن غير المعقولي اليوم واحد يجي عن أرشيف عمره 13 أو 14 سنة يكون هو سباق بالحوار ويكون عنده قابلية فهنا يقدر يوفر قناعة اللي جاوب غير مهمة مو هذا مهمتهم هذا موضوع آخر هذا أنا أقوله أنا الحقيقة دكتور هيك فد مداخلة صغيرة إحنا اللقاء اللي نقدمه هو تجربة أو عدة تجارب بدت تكون مرت بنا أو إحنا اطلعنا عليها وهذه التجارب كان بيها جانب إيجابي كأزمة مثلا حلت بطريقة معينة أنا ما أجيت للبرنامج حتى أمجد نظام على حساب النظام لا طبعا مو هذا يعني هذا مو هدفنا ولا حوية البرنامج ولا حتى هذه البعض اللي يتحدث بيها المهاترات والمناكفات إحنا بعيدين عنها إحنا نحكي الأشياء بوقائحها بوثائقها بحقائقها نعم نريد من خلاله ناس تأخذ تجربة ناس تفتهم بعض المسؤولين يأخذون تجربة خلي الناس الجمهور دي سيشف نعم لن مجد طبيعة الإعلامي لا طعان ولا لعان أقولها دائما مش غلي أنا أسب أو ألمع ولا حضرتك نحن نعرض حقائق وخلي الجمهور نعم خلي الجمهور هو يستخدم كشاهد الحقيقة كنت يعني يعني يمكن في فترة معينة يمكن لم أكن متقدما في الوظيفة بس لكن طبيعة عملي كوني أنا موظف كنت في الدائرة الدولية واللي هي كانت كل المعاملات والعقود التجارية الخاصة بالحكومة مع الخارج كانت تمر من خلال هذه الدائرة عقود الرئاسة تمر من خلالك كل شيء احنا المصرف نقطة مهمة الطلب يأتي من الدائرة المختصة العراقية بفتح اعتماد أو بطلب خطاب ضمان أو بطلب حوالة مستندية لا تمتلك تفاصيل العقد بالكامل تمتلك أرقام رقم واسم عقد وتفاصيل بسيطة عن البضاعة نوعيتها واثنين كان العراق ما عنده مشكلة ماكو عليه خصوصا بالثمانينات كان يمارس نشاطه المصرفي والتجاري بشكل حر وكان العالم كله يسانده يعني الاعتمادات اعتمادات الرافدين مقبولة في كل دول العالم وكانت كانوا دول العالم يتمنون ان الرافدين مصارف العالم يتمنون من الرافدين ان يفتح عليهم اعتماد لملاءة المالية ولكفاته وليمكانياته ولموجودات النقدية الكبيرة جدا طيب بس مع ايطاليا اكو صفقة لو اكو صفقات اخرى كثير من المشاريع تتعلق اكو مشاريع تتعلق بالجسور تتعلق بالبنايات ببعض كثير من البضايا كثير هذه كلها راحت على العراق ومبالغ كبيرة انت باعتقالك خبير نعم لو الفريق المصرف العراقي بعد 2003 كان نشط وكان حريص وعده خبرة يقدر ينتزع بعض الامال اكيد اكيد لانه هو النقطة وين بعد 2003 اللي حصل تدري جنابك يعني صار غياب للامن كبير جدا يعني قسم ان المؤسسات كانت مدهم وبعض المديريات مدهم نتيجة الاحداث اللي بالشارع كانت تصير وبالتالي هذه الفجوة دائما انت مع الجانب الاخر اكو توقيتات بالمطالبات يعني انت مو اليوم تجي تقول والله اني عندي طلب مع الجانب الفناني انت لازم تحدث الطلب ما لك وان لا يسقط بالتقادم يعني اكو توقيتات لكل لكل المعاملات التجارية حتى المعاملات القضائية الها وقت اذا انت ما تتابعها راحت واكو بمناسبة يعني كانت مهمة جدا حصلت ويانا يمكن اذا تحب ان اوضح لك اياها كان يتعلق برصيد السفارة العراقية في المانيا سنة الالفين سنة الالفين انا مدير دائرة دولية السفارة في السفارة العراقية في المانيا كانت في بون بعد التوحيد اللي حصل تنقل المفروض الى برلين والسفارات العالم كلها انتقلت الى برلين عدل السفارة العراقية بحكم الحصار وتجميد الارصدة كان ما ممكن العراق يبعث اموال اخرى حتى يشتري سفارة او يشتري يعني يشتري بناية للسفارة في برلين السفارة اساسا كان عدها رصيد مع احد المصارف الالمانية وهو دريزنر بنك كان قرابة ما يعادل بحدود اربعين مليون دولار يعني ما يعادل هذا المبلغ باليورو او بالمارك هذا من الارصدة اللي كانت لحساب السفارة عن نشاط السفارة وعن الرسوم اللي تتحقق وعن بعض المبالغ اللي محولة لحسابهم جمل هذا نعم هذا الشنو في فترة من الفترات كان ما مجمد هو الحقيقة في فترة من الفترات رأسا جمد جمد للسبب انه دريزنر بنك راد يسوي تسوية الدين مع الرافي دين انه الرافي دين كان فاتح اعتمادات على العالم وكانت ما منفذة الاعتمادات بسبب انه الحرب صارت وما قدرنا نسدد التزاماتنا تجاه العالم الخارجي بالتالي شنو اللي حصل اللي حصل انه لما اخذوا حساب السفارة بقانون النفس البديلة وهذا ما يجوز يعني بالمحاكم يرفض لكنه انت كاجراء قسري يعني انت بالحاصر بالعفرة اي بس لكنه المختصين يعني الحمد لله كان اكو يعني ان شاء الله يكون حي يرزق وبصحة وعافية الدكتور من عمر رشيد كان نائب محافظ البنك المركزي وهذا استادنا ومعلمنا خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات الخارجية والسياسات النقدية وزارة الخارجية طلبت تشكيل وفد يعني انه نروحوا سافروا الى المانيا شوفوا شوفوا هذا الموضوع وكان كان مصادف يوم 22 سبتمبر 2001 يعني بعد دعش يوم من الضربة ما للأبراج في في أمريكا فصار القرار انه تروحون تناقشون هذول الناس وانا السفارة حبقى مصيرها مجهول واحنا عارفين اصلا احنا نقول اكو الفهم الموحد او الفهم رحت وفد نعم حتى ترجعون المبنى نعم انا اشرح لك هاي النقطة انتهى زمن الحلقة اشرح ليها بالحلقة جاية طيب ان شاء الله انه زمن الحلقة انتهى وهاي قصة مهمة نعم اربعين مليون دولار للسفارة العراقية في بون تم حجزها من قبل بنك الماني وراح وفد عراق من الخارجية والبنك المركزي والرافدة بالتفاوض وبعدين هاي المفاوضات لها قصة مو اكيد طبعا خلي نكملها بالحلقة جاية ان شاء الله مشاهرين الكرام انتهى زمن الحلقة الاولى من شهادة الاستاذ باسم كمال انتظرونا في حلقات اخرى وموضوعات اخرى ومحطات اخرى السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة